باركاته أعزائي طلاب الصف التاسع درسنا لليوم درس إدراج الصور تعتبر الصور أعزائي الطلاب من المحتويات الهامة في صفحات الويب ولا يوجد أي منقع إلكتروني يخلو من الصور لأن الصور تطفي طبيعا جماليا على الموقع ولكن قبل أن نبدأ بإدراج الصور عليكم بتحضير صور في أجهزة الحزوب الخاصة بكم لإدراج أي صورة في صفحة الويب لابد من أن نستخدم وسم إدراج صورة وهو إمج إذن تعتبر الصور من المحتويات الهامة في صفحات الويب ولا يوجد أي موقع إلكتروني يخلو من الصور لأنها تطفي طبيعا جماليا للموقع ولإدراج أي صورة في صفحة الويب لابد أن نستخدم وسم إدراج الصورة وهو إمج عزائي الطلاب وسم image ليس له وسم نهاية ليس له وسم نهاية ولا يكفي وسم image لوحده لإدراج الصورة من دون الخصائص الملحقة معه سوف نتعرف على هذه الخصائص إذن وسم image ليس له وسم نهاية ولا يكفي وسم image لوحده لإدراج الصورة من دون الخصائص الملحقة معه سوف نتعرف على هذه الخصائص الخاصية الأولى أعزائي الطلاب خاصية المصدر خاصية المصدر اختصارها CSRC خاصية المصدر حيث تعمل هذه الخاصية على تحديد اسم صورة ونوعها المستخدمة في وسم image إذن أولا خصائص الصور خاصية المصدر خاصية المصدر SRC هذه الخاصية تعمل على تحديد اسم ونوع الصورة المستخدمة في وسم image مثلا نكتب وسم إذراج الصورة كالآتي أولا إشارة أكبر أو أصغر كما تلاحظون image ثم نكتب خاصية المصدر SRC يساوي لأنها خاصية طبعا بين علامات تنصيص نكتب اسم الصورة مثلا وامتداد الصورة ونقوم بإغلاق إشارات التنصيص ثم إشارة أكبر أو أصغر إذن الخاصية الأولى هي خاصية المصدر وتعمل هذه الخاصية على تحديد اسم ونوع الصورة المستخدمة في وسم image الخاصية الثانية أعزائي الطلاب هي خاصية height خاصية الارتفاع وتعني ارتفاع الصورة وتعمل هذه الخاصية على تحديد ارتفاع الصورة وقد يكون الارتفاع بالبيكسل أو بالنسبة المئوية إذن ثانيا خاصية ارتفاع الصورة height تعمل هذه الخاصية على تحديد ارتفاع الصورة والذي قد يكون بالبيكسل أو بالنسبة المئوية أيضا الخاصية الأخرى هي خاصية العرض خاصية العرض خاصية العرض وتعمل هذه الخاصية على تحديد عرض الصورة أيضا قد يكون بالبيكسل أو بالنسبة المئوية إذن أهم خصائص الصور التي قد تكون ملحقة بوسم إدراج الصور خاصية المنظر خاصية الارتفاع وخاصية العرض حيث تعمل هذه الخاصية على تحديد عرض الصورة الذي قد يكون بالبيكسل أو بالنسبة المئوية وإليكم بعض الأمثلة على ذلك سأل الطلاب عندما نكتب وسم إدراج الصور بلغة الـ HTML تظهر لنا هذه الأوامر تكتب هكذا كما تلاحظون أمامكم هكذا أكون قد انتهيت من درس إدراج الصور ألقاكم بعون الله تعالى بالحصة القاتمة مع تطبيق عملي لكيفية إدراج الصور ألقاكم بعون الله تعالى الحصة القاتمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته